موسيقى السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد اليوم بيكون الدرس بسيط جدا لكن أتمنى يكون هادف ويضيف المعلوماتك بنتكلم عن واحدة من التولز أو الأدوات في برنامج الرفت المعماري أكيد لو بتشتغل على الرفت تعاملت معاها كثير قبل كذا وهي الاتاتش تو توب أند بيس وهي فيتشر مخصصة للول آدات الاتاتش هي للربط ممكن تستخدمها علشان تربط بين وول وروف أو فلور أو سيلينج أو أناثر وول فيصير بينهم علاقة أو ارتباط ودائما يظهر لنا سؤال أوتوماتيك لما نرسم الول مع فلور أو روف نشوف هذا الفيتشر بالتطبيق العملي في البداية نغير البروجكت يونت نضغط على يو ان في الكيبورد يدخلنا القائمة البروجكت ويونت نغير اللينكت من المليميتر الميتر وصانتيميتر ونضغط على أوكي طبعا نختار اليونت اللي انت تبغى تشتغل فيها ونضغط على أوكي ولو نسيت هذا الاختصار تروح من قائمة مانج تحت السيتينكس في البروجكت يونت وهي نفس الويندو تختار من هنا اليونت اللي تبغى تشتغل فيها وتضغط على أوكي بعدها نضغط على آيكون 3D علشان نشوف 3D والبلان بنفس الفيو نضغط على WT اختصار الويندو تايل بعدها زد A للزوم وال الفيو في قائمة الفيو من هنا عندك تقدر تغير للويندو كيف تبغى تشوف تشوف البروجكت وعندك قائمة زوم من هنا اختيارات زوم كاملة نبدأ في الرسم بانه نروح من قائمة الاركتكتر ونختاره على الوول او انه تستخدم الكيبورد شورتكت WA نختار واحدة من ادوات الرسم ونرسم من هنا ممكن نتأكد من البداية انه البيس كونسترين لفل 1 والتوب هو لفل 2 بعدها نرسم بأي مقاس نضغط على الاسكيب كي بعدها نروح من قائمة الاركتكتر ونختاره على فلور الفلور ممكن نخليه في لفل 2 ونختار واحدة من ادوات الرسم ونرسم حوالين الوولز اللي رسمناهم لو ضغطنا على علامة الصح بيجينا هذا الاتوماتيك كوستشن اللي قلت لك عليه اتاتش توفلور لو ما تبغى يسألك مرة ثانية ممكن تحط هنا علامة الصح على هذا الاختيار بحيث انه ما يظهر لك هذا المسج مرة ثانية نضغط على اكس نحذف هذا الفلور ونشوف فيه كيف في الروف نختاره على اختيار الروف وبعدها نحدد الليفل لو عندنا كذا ريفل ممكن 3 أو 4 فهنا نختار الليفل 2 ونضغط على يس نختار واحدة من ادوات الرسم ونرسم حوالين الوولز بهذه الطريقة لما نخلص الرسم نضغط على الصح للفنش بعدها الان لو نبغى نسوي اتاتش هذي الوولز للروف ممكن نروح من اليفيشن او من سكشن او حتى من 3D نختاره على واحدة من الول ونضغط على التاب بحيث انه يحدد لي اياها كلها بتجينا في قائمة الموديفاي اتاتش او دي اتاتش توب او بيس لو اخترنا على اختيار اتاتش هنا عندي بيظهر لي انه هال اتاتش للتوب او للبيس هو اوتوماتيك بيكون او الديفولت بيكون للتوب بس ممكن انت تغير لو كان لو كنت بغى تسوي اتاتش للبيس بعدها نضغط على هذا الروف لو جينا الان صار فيه بينهم علاقة يعني لو حركنا واحد بيتحرك الثاني معاه لو اخترنا على هذا الروف وبعدها رحنا من البروبراتيز وحطينا من هنا مثلا البيس اوفسيت فروم ليفل 2 يكون مثلا 2 ميتر وضغطنا على انتر او ابلاي بتتحرك الروف معاه بتتحرك الولز معاها مباشرة لانها اتاتشت لها ونفس الشي لو سوينا نسوي كنترول زت للتراجع الان حددنا عليه واخترنا من الادات الموف او ضغطنا مفي على الكيبورد ورفعنا بهذه الطريقة بتتحرك الولز معاها مباشرة لو كانت دي اتاتشت ما رح تتأثر يعني لو رجعنا كنترول زت وبعدها اخترنا على واحدة من هذه الولز من الثري دي او من البلان وضغطنا في التاب اخترناهم كلهم بعدها نضغط على دي اتاتش ونضغط عليه الان لو حركنا سواء من البروبراتيز او في الموف مثلا حطينا تو بيتحرك الوحدة وما رح تتحرك مع الولز الحين في سؤالين الاول اي تعلاقة اقوى هل الخصائص اللي ندخلها في البروبراتيز او لما يكون اتاتشت لو جينا كنترول زت وبعدها اخترنا على هذه الولز وخليناها اتاتشت لهذا الروف لو غيرنا من البروبراتيز مثلا هو من لفل 1 لفل 2 وبعدها رحنا وحطينا مثلا top offset انه يكون مثلا 5 متر وضغطنا على apply ما رح تتحرك هذه الولز فاحنا نعرف انه الاتاتشت فيتر تكون اقوى خلونا نقولها مثلا بهذه الصياغة من البروبراتيز الان السؤال كيف نعرف اذا كانت هذه الولز اتاتشت اما بهذه الحالة الروف او حتى لو سيلينج او فلور نعرف بطريقة واحدة من قائمة البروبراتيز لو حددنا على الولز واخترنا التاب علشان نحدد عليها كلها بعدها من البروبراتيز تحت الكنسترينز فيه هنا هذا الاختيار top is attached هذا الاختيار grade out يعني انت ما تقدر تتحكم فيه بس لو كان هنا علامة فيه علامة صح معناته هذا الولز اتاتش لو ما فيه علامة الصح فمعناته ما هو اتاتشت خلينا نسوي اتاتش وشف هنا بيجيك علامة الصح يعني وإحنا محددين على هذه الولز نختار على الاتاتشت ونختار على هذا الروف على طول صار عندي هنا صح فهذه الطريقة اللي نعرف من خلالها إذا كانت هذه الولز اتاتشت أو لا طيب خلوني الآن نشوف هذا الفيتر مع الفلور لو جينا وحذفنا هذا الروف بعدها نروح للفلور من الاركيتكتر ونرسم فلور في level 1 نجي للبلان ونرسمه من الأج للأج بعدها ممكن نروح لسلوب آرو ونختار من هنا يكون إلى هنا وبعدها نخلي مثلا 1 meter ونضغط على apply ونضغط على علامة الصح فمن هنا يكون الول الفلور عندي سلوب بهذه الطريقة بعدها لو رحنا وحددنا على واحدة من هذه الول وبعدها ضغطنا على top لو نبغاها تكون attached للبيس نضغط على attach top to piece وطبعا ما ننسى أنه نغير من هنا ونختارها نضغط بهذه الطريقة فصار عندي في البيس وممكن لو اخترنا نفس هذا الفلور وبعدها سوينا له copy نقول له paste align to level وبعدها نروح لlevel 2 بعدها نحدد على هذه الولز بالتاب ونروح لاختيار الattach ونروح نخلي لتوب ونضغط عليه فصارت لي بهذه الطريقة وطبعا لو سوينا أي تغيير بيتغير معانا مباشرة يعني لو رحنا وضغطنا edit boundary level 2 وبعدها مثلا غيرنا الdirection لو جينا وسحبنا بهذه الطريقة مثلا يكون من هنا إلى هنا يعني عكسنا اتجاه السلوب وبعدها ضغطنا على الصح بيسألني attached أو لا نقول له attach نروح فعكس لي بالاتجاه الثاني وممكن أيضا نسوي attached ال 2 walls لو جينا وحذفنا كل اللي موجود هنا في السكرين ومثلا رسمنا wall من level 1 من level 1 من level 2 مثلا هنا كذا رسمنا عادي بعدها رحنا لل walls وممكن نختار نوع يكون مثلا glass ونخلي من level 2 ونختار top constraint مثلا نخلي 4 meter ونضغط على apply بعدها نرسمه هنا يكون top ال base constraint هو level 2 وoffset 4 meter لو جينا وحسوينا أي design هنا ممكن طبعا نشتغل من elevation أو section أو حتى من 3D لو جينا سوينا edit نضغط على wall ونقوله edit profile وغيرنا سوينا أي design ممكن نحدد عليه ونسوي له mirror اللي هنا بعدها نسوي trim tr على الكيبولت أو نختارها من هنا الآن لو سوينا finish نضغط على علامة الصح فصار عندي هذا الشكل لو اخترنا على ال wall وبعدها اخترنا هذا الاختيار attach top to piece واخترناها خليناها نفس الشي لل top وضغطنا على هذا ال wall فبيتغير معانا بهذه الطريقة مباشرة بهذا بيسهلنا لو عندنا أي تصميم وبرضا لو سوينا edit بيكون على طول updated يعني لو اخترنا على نفس ال wall وسوينا edit رحنا ال elevation مثلا view واستخدمنا trim وضغطنا على علامة الصح فبيصير على طول updated معا لو تذكر قلت لك في البداية انك ممكن تسوي attached لل wall مع اما another wall او معروف او مع ceiling او floor لكن أيضا مع reference plane لو رحنا الوحدة من ال elevation وبعدها حذفنا هذا ال wall اللي رسمناه بيرجع طبعا هذا ال wall الثاني لحالته الأصلية بعدها استخدمنا reference plane من هنا ورسمنا أي شكل ممكن نسوي له attached لهذا ال wall لل reference plane اخترنا هذا ال wall بعدها ضغطنا على attached ونختار على reference plane فبيرسم ليه بهذا الشكل طبعا لما نحذف ال reference plane بيرجع لأصله او ممكن حتى لو حركناه سوينا له move او rotate بيتحرك معاه لانه بيكون attached له فلو عندك اي تصميم ممكن تستفيد من هذه الفيتشر هي فيتشر بسيطة لكن ممكن تستخدمها بحيث انك تسوي designs مختلفة وممكن تستفيد من هذا الفيتشر ايضا مع الكيرفي walls يعني لو حذفنا هذا ال wall ورحنا لقائمة الاركتكتر واخترنا على wall وبعدها غيرنا انه يكون من ال default اخترنا من draw واحدة من هذه ورسمنا اي شكل curve يعني حتى لو كان شكل غريب او معقد بعدها لو نبغى نسويه له attached لهذا ال reference plane ممكن نحدد عليها بال top وبعدها نختار على attached ونضغط على هذا reference plane فصارتلي بهذا الشكل لو رحنا لل 3D وشفنا كيف شكلها يعني ممكن لو عندك شكل غريب او organic تستفيد من هذا الفيتشر نرجع لل elevation وبعدها ممكن لو سوينا له ايضا copy مثلا او mirror وصار على تحت بعدها نحدد على ال walls وبعدها نختار مثلا attached نروح لل piece ونختار هذا ال reference plane فبرضو في 3D صار عندك اي شكل غريب وممكن في ال برضو مثلا لو عندك circle لو حذفتها كلها حددنا عليها بال top وحذفناها بعدها لو عندك شكل دائري يعني من ال wall ممكن نختار على اداة circle ونرسم بهذا الشكل لو رحنا لل elevation نحددها من one to two او تكون unconstrained بعدها نختارها بال top تحددت كاملة نختار attached top to piece نختار top من هنا ومحنا محددين نختار مرة ثانية attached بس نغير لل piece وتختار على ال reference plane الثاني لو رحت من 3D شفت شكلها بيكون شكلها غريب وطبعا زي ما قلنا انه لو غيرنا اي reference plane بيتغير او حركنا او سوينا لروتيت بيتحرك معا مباشرة نروح لل 3D ممكن نحدد عليها ونروح مثلا من ال properties نغير cross section من vertical ال slanted وممكن تحدد هنا angle معينة مثلا 45 تضغط على apply فياني ممكن تسوي اشياء غريبة او 20 فهذا الفيتشر تعطيك حرية فرفت انك تسوي بعض الاشكال الغريبة او مختلفة تنفض تصاميم مختلفة باستخدام اداة بسيطة نفس اداة ال attached وهذا كل شيء لدرس اليوم اتمنى يكون مفيد وتعلمت فيه شيء جديد لو مهتم بهذا المحتوى لا تنسى الاشتراك في القناة واكيد اقدر دعمك لو ضغطت على زر اللايك وشكرا جزيلا على المشاهدة لو عندك اي سؤال اترك لي اياه في التعليقات اتمنى لك يوم جميل في امان الله